ابعد من حدود الكتلة الاكبر في خارطة البرلمان الجديد يقود زعيم التيار الصدري سياسة الاغلبية الوطنية بعيدا عن التوافقات تلك التي تقاس بمعيار اهل الصنع على انها عودة الى دوائر المحاصصة وبادئ ذي بدء منذ ان تفوق التيار الصدري بكتلته الاكبر بعد انتخابات جاد باول تقييم ايجابي بعد عام 2003 سيما خلوها من التزوير والفوضى ومحاولات زعزعة الامن والاستقرار كما جرى في اعرس ديمقراطية سابقة منذ ان تفوق التيار الصدري بدأ مشواره نحو تشكيل الحكومة الجديدة بتحييد ممثله من السياسيين في المحافظات والدوائر الحكومية معليا شعر الوطنية لاجل عراق موحد محذرا دول العالم من التدخل في شانه السياسي الخاص وبناء بيته الجديد الذي يعيد بوصلة القرار وسيادة البلد اليوم يستعد العراق لتشكيل حكومة جديدة ويرافق هذا الاستعداد تهيئة الظروف السياسية المناسبة بعيدا عن مناكفات المصالح والنفوذ التي تقودها جهة تحاول ان تزلع شوكة في الطريق ويكشف الصدر تريق المحاصصة الذي ينهي سمها مؤيدا حكومة اغلبية وطنية لا يهمش فيها دور المعارضة معززا ثقافة الاختلاف رافضا الخلاف مع كتلة سياسة في البرلمان الجديد وهو نهج المنطقة الذي يعزز العمل مع الكل لاجل الاصلاح لا غير الرسالة الواضحة تات قبل نشوب اي خلافة تحاول من خلالها الجهات المؤيدة للتوافقات على ان تزعزع خارطة الاستقرار وانهاء محاولة قد تحدث شائبة في صناعة حكومة وطنية تعمل لاجل الصالح العام